السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم هبدأ معاكم في موضوع الحلقة اليوم عن تفسير رؤية الفستان الأسود في منام المرأة المطلقة وهي ولو بعض التفسيرات المحمودة وبعض التفسيرات الغير المحمودة فإذا رأيت المرأة المطلقة في منامها إن هي بترتدي فستان أسود طويل فذلك من الرؤية المحمودة اللي بتدل على ترفيه في حياتها وصلاح حال لها وعلى فرصة عمل جديدة له أما لو رأيت إنها بترتدي فستان أسود قصير ذلك بيدل على سيرة غير طيبة له كما يدل رؤية الفستان الأسود القصير على شعورها الدائم بالوحدة وعلى الهموم والمشاكل اللي بتعاني منها في حياتها وإذا رأت المرأة المطلقة في منامها بوجود شخص بيقنعها إنها تلبس فستان أسود فذلك الشخص لو هي بتعرفه في الحقيقة بيدل على إنه بيتكلم عليها كلام سيء ونوايا غير صافية له كما يدل الفستان الأسود الطويل الجميل على عوض من الله للمطلقة وعلى صلاح حال لها وتحسين الأمور في حياتها وعلى عمل جديد ورزق جديد وتحقيق أمنيات لها الفترة القادمة ورؤية اللون الأسود عموما من الرؤى اللي بتدل على العز وتغيير الحال في حياة الرؤي فإذا رأت المرأة المطلقة في منامها إن هي بترتدي اللون الأسود الأنيق وهي مبسوطة وسعيدة لذلك بيدل على التميز وتغيير الحال في حياتها إلى الأفضل وعلى السعادة والفرحة الكتيرة اللي هتأتي لها بإذن الله كما يدل رؤية ارتداء الفستان الأسود في منام المطلقة على المشاعر الإيجابية في قلبها وعلى الحب وعلى شعورها على الوحدة وعدم التقدير من المحيطين بها كما يدل رؤية الفستان الأسود الطويل الأنيق الجميل في منامها على الترقية في عملها وعلى صلاح حالها وعلى السيرة الطيبة بين الناس بعكس رؤية الفستان الأسود القصير الذي يدل على الكلام السيء عن الرؤية ومن أهم الدلالات عن رؤية ارتداء الفستان الأسود للمطلقة على أنها من الأشخاص الذي يتسموا بالحكمة وبتحكيمهم في أمور حياتهم وبالتواضع والتقرب إلى الله والله أعلى وأعلم يارب أكون قدرت أفكت كل محتاج تفسير أي حلم يسيبولي في الكومنتات ولو أعجبكم الفيديو ياريت دعموني بلايك واشتراك وتفعيل للقرص عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته